شوكت تشب نار الغيرة بغض النظر عن الأسباب حتى تقلين حرجتني بغض النظر عن الأسباب صارت قلدي حمر جديات شوكت تشب نار الغيرة سواء من زميلة أو زميل أو من امرأة بصورة عامة الغيرة هي كانت على أهلش على نفسش على حبيب لأني طبع يعني أكون صريحة جدا يعني ولو أنا أستحمي أستاذ محمد كلش غيورة بحياة الشخصية جدا جدا غيورة على أنه حبيب يعني كحبيبي بس بعقلانية يعني ما تستنزي فيها كثير تستخدميها في وقتها برافو يعني ما أنق يعني ما أحب هذا اللي شو شنو عركة لا يا أما أبنيها الصح وكون في منطقتها يا أما لا ما أدخل بهتما طب لأن أنا أعرف نفسي ممكن أنه ما أتحمل طيب ما هو الشريك العاطفي لسولاف هو الله يعينه لأنه أنت محطة الآن ظهر يعني فأنتي لازم شوية الطيس بيس يعني هاي مشكلة أنا عندي كلش عانية بس بنفس الوقت أنا أعرف شون أزرع الثقة هاي بعض التطبعين عندي وعند الشريك الآخر أما الغيرة الثانية اللي هي عندي قوية على أمي إذا شفتها كلش دارت أحفاد أحفادها يعني أنا خلاص أنه صرت أعرف فأخلق مشكلة احترافات يعني أخلق مشكلة أنه ليش دارت تولاي وأحمد وعافتني يعني عايز صرت أعرف لها فالصير عندي هاي الغيرة وممكن أبشي ممكن أتعارك ممكن أسوي سالفة حتى أخلي تباوى علي وداما أسألت تحبيني وتحبين تولاي وأحمد تقول لسه ولي مشاكل أقول بس تقول لسه ولي مشاكل يعني هاي ما تحبين تقول لأ أحبش بس تقولين قدامي فهاي الغيرة عندي على والدتي كله شوي وعالشريك أيضا عندي بس بحدود لكن من ابني أبد لأن اللي عندها هو عندي الشكل الحمد الله الشغلي الحمد الله فمستحيل أوصل لأنه غيرت شي ما ما رح أوصل للنقطة اللي ريتها طبعا وصل لش عداوات كثير بداخل وسط العمل فأبعد كل شي أبعد يعني يصر حالة من حسار للنجاح ما الهداع يعني صح طيب